بيوم من الأيام كان عمر جالس ويقرأ القرآن الكريم وندقت الباب وإجي زوج أخته حتى يستفسر عن موضوع فدخله وبلشوا يحجون صديقة قال له خجلون شلون أسألك بالموضوع؟ قال له ما يحتاج تسألني أختي حجتلي عن مشكلتها واستشارتني وهس عاني رح أفهمك فبشكل عام بهذا العصر انتشرته واي على الساحة العلمية فتوى بتقييد مشروعية المرأة بالتعليم والتعلم باعتبار صوتها عورة على الإطلاق وبتعميم حكم تحريم خروج المرأة إلى العمل وعليه تنقص فرصة تعلم الفتيات القرآن الكريم وهذا الشيء مو صحيح أبدا الحقيقة أن صوت المرأة ليس عورة مطلقا على قول الإمام ابن باز رحمه الله لكنه جعل له قيودا بقوله ولكن العورة من ذلك ما كان عن تغنج وعن خضوع هذا هو الذي يمنع هكذا قال جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا صدق الله العظيم وقد استدل العديد من الأئمة بالنساء التي كنا يأتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبنه بحضور الرجال ولا ينهاهن ولا يأمر الرجال بالقيام ولو كان الصوت عورة لكان سماعه منكرا ووجب أحد الأمرين لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر منكر على العالم الإسلامي أن يجتهد في تشجيع المرأة على تعليم أخواتها العلم الشرعي ويحرص على تعليم البنات القرآن من صغرهن ذلك أن الورأة مهمتها الأسمى تربية الأجيال وعليها أن تكتسب رصيدا علميا محترما فضلا على أن القرآن للرجال والنساء على سواء فلا يجوز تهميشهن أن دينا الإسلامي يحف على العمل التطوعي بشكل عام ومنها تعليم القرآن في رمضان كما كنا يفعلنا زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابيات رضي الله عنهن ويثني على من يسخر نفسه لخدمة الآخرين ورسم الابتسام على وجوههم والأخذ بأيديهم نحو طريق الصلاح والسداد العمل التطوعي ظاهر اجتماعية صحية تحقق الترابط والتآلف والتأخي بين أفراد المجتمع كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد والعراق بلد من بلاد المسلمين دخلها الإسلام في مراحله الأولى وضرب أهلها أمثل عظيمة في الاستجابة لدعوة الإسلام وهي في هذا الزمن ملئت بالعمل الخيري التطوعي فانتشرت الجمعيات والصناديق الخيرية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم وظهر الاهتمام بالفقراء اشتركوا في القناة